الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إخواننا شهر رمضان كل المعالم سبحان الله تتغير في شهر رمضان الكون كله يتغير في شهر رمضان الله دايش كلام عجيب أيو نعم كل الكون يتغير في شهر رمضان أبواب الجنان تفتح أبواب النيران تغلق الشياطي تصفد ده تغير عشان كده الإنسان في رمضان لا بد أن يتغير يتغير من الأسوأ إلى الأحسن من لم يتغير في رمضان لا يستطيع أن يتغير في غيره يعني أن يزول ما غير في دواقه ما غير في سلوكه في رمضان ده صعب تاني يتغير في غير رمضان لأنه إخواننا الوقت وقت التغيير مناسب في رمضان الإنسان لا بد أن يغير في سلوكه لا بد أن يتغير في تعامله مع الناس من الأسوأ إلى الأحسن والتغيير بيبدأ بالذات أولاً أي يزول يبدأ بنفسه زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إحنا الآن دالين نتفرّق من الله سبحانه وتعالى وإحنا ما غيرنا في ذاتنا إحنا دالين ربنا يعني يلعم علينا بالأمن والأمان لكن إحنا في ذاتنا ما غيرنا عشان كده لابد نتغير في هذا الشهر الكريم حتى يغير الله سبحانه وتعالى حالنا زي ما كنت بتكضب على الناس يلا لابد تتغير من الآن غير الآن من هذا السلوك من هذا السلوك الشنيع من هذا الفعل القبيه لابد من الآن تغير في سلوكك كنت بتكذب آي تاني ما تكذب إت في مدني وتقول له زره الله أنا جنبك بس في الكبرى الفتحابة جنبك ده وإت في مدني مش في الخرطوم في برى الخرطوم يخوانا ده سلوك لابد نغير من هذا السلوك زمان كنت بتغش الناس بتغش يعني بتغش الناس دقيت مقلب فيه كم زول كم زول غشيته كم زول كذبت عليه لابد تتغير من هذا السلوك رمضان ده يا أخواننا فرصة أن الإنسان يغير من سلوكه يغير من أي سلوك كعب من أي شيء كعب الإنسان يتغير فيه إلى الأحسن إن شاء الله كده يا أخواننا لو أي زول غير نفسه إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يغير حالنا من الأسوأ إلى الأحسن إن شاء الله تعالى دايرين العيش الهني العيش الهني ربنا إن شاء الله تعالى إذا إحنا غيرنا ربنا بإذن الله سبحانه وتعالى ينعم علينا بالأمن والأمان وربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بالعيش الهني إن شاء الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى إنه ولي ذلك والقادر عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته